كل الناس والعالم كله بيحرص على أنه أي دولة تسوّق نفسها، تسوّق نجحتها وتسوّق إمكانياتها فتلاقي أنه الدول، الدول، مش بس الشركات ولا المؤسسات، عندها جزء من ميزانيتها كده لتسويق صورة أو صورة ذهنية بتاعت الدولة في بعض الناس بقى سبقوا كمان في الحتة دي وقال لك لا أنا مش بس الصورة الذهنية عن الدولة ومش بس أعمل لك إعلانات عن بلدي عشان تيجي تعمل سياحة عندي لا أنا هغير الصورة الذهنية عن المواطن بتاعي، فهقول أن المواطن بتاعي ده بقى براند هو في حد ذاته فبقى هو منتج أنا بقدر أسوّق بيه بلدي، وكتير من البلاد وإحنا كمان إحنا في مصر هنا من كتر ما نحب مثلا أهلنا في سوريا فنقول أن التاجر السوري أشتر تاجر، فدولة زي سوريا الشقيقة بقت مشهورة بالمنتج بتاعها اللي هو المواطن التاجر السوري للسانه حلو واللي وشه سمح واللي بيدحك فده نوع من إن أنا بقى منتج أنا في حد ذاتي إحنا كمصريين عندنا بقى نفس الشكل ده من النماذج النجحة فتلاقي إنه لما بتشوف حد مصري في أي مكان في العالم تقول ده المنتج بتاعنا ده السورة اللي أنا أحب إنه لما يتقال الشخص ده منين؟ من مصر تلاقينا بننفع في إيه وبنبقى شاطرين في إيه وبنسوّق نفسنا في إيه؟ حاجة صعبة مش سهل أبدا إنها تتعمل ونحقق فيها نجاح كده بسهولة حاجة إنسانية وتبدو إنها يعني محتاجة شوية مجهود زيادة فتلاقينا قادرين نحط نفسنا بقوة على الساحة فيها إحنا عندنا بالفترة المخزون بقى سميه بقى الثقافي سميه التاريخي اللي بيخلي البراند المصري بينجح في حاجات مهمة جدا عشان كده بقى أنا ما بحبش خالص فكرة إنه والله بينجح عشان هو هناك الظروف تنفع أنه ينجح لأ هو كمان بينجح طبعا عشان الظروف مناسبة ومواتية وفيها تقدير حقيقي للجهد المحترم لكن كمان إحنا من حقنا نفتخر بالمنتج بتاعنا واحد بقى من المنتجات العظيمة بتاعت ولدنا قصة شاب مش أقدر أقول عليه طفل كنا من سنتين لما نورنا هنا في البرنامج قلنا الطفل المصري الجميل المشرف ميسارة محمود مقلد لكن النهار نقول الشاب المصري ميسارة حصل على شخصية العام سنة 2020 في النمسة وطبعا 2020 حضراتكم فاكرين يعني أزمة كورونا في قلب أزمة كورونا ميسارة كان شخصية العام لأنه هفكركم اللي مش فاكر حكاية ميسارة كان بيعمل خدمات اجتماعية وكان بيشجع على أنه يخدم كبار السنة ويشتري لهم الحاجات وبالتالي حصل على شخصية العام في النمسة 2020 النهار ده ميسارة بقى عنده حاجة عظيمة وأنا عايزة أول شخصية أن يقولها لنا فالأول خلوني أرحب به وأقوله من نورنا ميسارة معانا عبر زوم من النمسة مساء الخير عليك يا ميسارة مساء النور مساء الفل لا خلاص أنت زينة الشباب منها يبارك فيك إيه اللي زقك بقى في السياسة أنت خلاص بقيت سياسي دلوقتي أحكيلي أنا عارف أحكيلي السنة دي 2020 أنت عدوا في برلمان الشباب في النمسة أحكيلي بقى بالضبط أنا عشان بقيت شخصية العام 2020 في النمسة خدت الفرصة أشتغل في رئاسة الوزراء في السنة 2021 في السيف أنا وما عندش مدرسة الشهر ويعرفوا يقولوا الرأي بتاعهم على كل حاجة اللي بتحصل في الدولة عشان كده بدأت في البرلمان بتاعت الشباب ولغاية درقتي عارفنا والله نشتغل حلو مع بعض كنا لغاية درقتي برلمانت واحد يعني يزيد سم واحدة قعدة واحدة اللي برضو جميع الناس كانت فيها وكلمنا حلو ودرقتي هتبقى فيه أعداد كثيرة اللي هدعرف تتكلم على جميع تيما وطابيك بالضبط برلمان الشباب المقترح ده حاجة جديدة في النمسا مش كده السن الشباب اللي فيه قد ايه من كام لكام يعني ايه 16 لغاية 22 كده الله ده السن اللي كله حماس ومؤثر وممكن يعمل تغيير حقيقي يعني فيه برضو لعيال اللي سنهم أقل من 16 سنة اللي بقى حاجة زي اللاعة بيعرفوا دولة بتشتغل ازاي وإيه شغلها وكده ده عزيم انت عندك حاجة معينة شايف ان انت عايز تحققها في فرلمان الشباب أو عايز تتكلم عنها أكتر يعني عندك مشروع كده حضرته اللي احنا اول حاجة تتكلمنا عليها طبعا الكلامات شايف والكلامات اكتفزم ده حاجة كبيرة جدا اللي الشباب اللي بتتكلم عليها اللي احنا عايز تتكلم عليها ما يبقاش فيه فرق كبير من النات اللي عمدها فلوس كتيرة وفلوس غريقة وفلوس أمانية العدالة الاجتماعية اللي يبقى بالزبط وكلو يبقى عنه نفس التورث في الحياة والمدرسة وفي الجنودات وكده ده برضو موضوع كنا بنشتغل عليه كتير والنات اللي برضو جاية من الدولة تانية وعشان كده الألماني دعيش شوية نعرف برضو نوصل اللي هما ياخدون نفس الشاصم زي النات اللي عايشة كلها حياة كلها في النبسة ده اللي احنا كنا بنشتغل عليه في أول مؤتمر بس والله كام شباب كده وأنا فكرنا برأتي في حاجات جديدة بس دي اللي احنا لسه هنشوفها ولسه لازم نشتغل فيها عشان أعرف أقولكو بالآخر لا انت هتشتغل براحتك واحنا هنسمع منك طول الوقت طبعاً انت كمان سفير مبادرة اتكلم عربي مش كده؟ طبعاً دي برضو حاجة جداً في حياتي اتكلم عربي حاجة مهمة جداً اتكلم عربي حاجة اللي انا حاسس بيها وماس كلها وقفة وراية وماس كلها بتساعدني وتبعاً برضو ساعة الوزيرة نبيلة مطرم لازم اقول عليها واشكرها تالي اللي هي فتة عزنيمة وفي كل حاجة بتساعدني كل حاجة بتكتبلي ويقول لي فتة فرحان باتكلم عربي وفرحان اللي انا ينفع امثل اتكلم عربي لا لسه شوي بس كل مرة نسمع عنك حاجة حلو طبعاً اول ماس يا رب يا ربي مايسارة بشكرك شكراً جزيلاً وتدوم الشطرة والنجاح والتقلق شكراً شكراً